اعلنت مجموعة من النشطاء السوريين أغلبهم من حزب الحداثة والديمقراطية للسوريا وجمعية الشروق النسائية إضرابا مفتوحا عن الطعام في كل من العاصمة الألمانية برلين وتركيا والسويد وأسبانيا وفرنسا تضامنا مع المدن السورية المحاصرة ويطالب القائمون على الحملة المجتمع الدولي بمن فيهم حلفاء النظام بضرورة إدخال المواد الغذائية إلى مناطق المعظمية وحمص ومخيم اليرموك التي يهددها الجوع منذ عدة أشهر الهدف هو تضامن مع الشعب المحاصر بالداخل بأكثر من مناطق بريف دمشق بحمص بمخيم اليرموك بأكثر من منطقة الهدف الرئيسي هو التسليط الضوء على سياسة التجويع التي يعامل فيها أخوتنا بالداخل بالإضافة لإيصال رسالة للحكومات والمنظمات الإنسانية بحيث تضغط ربما يكون في طريق الحل النشطاء قالوا بأن الحملة لم تنن نصيبها إعلاميا وخاصة من قبل وسائل الإعلام الألمانية وأعلام الدول التي شهدت الإضراب بما يخص الإعلام الألماني لقينا بعض التجاوب من الإعلام الألماني ليس كالمطلوب أو كالمرغوب أو كالمرجو منه ولكن حدث بعض الاتصالات من قبل عدة وسائل الإعلامي وأطراف إعلامي ألماني وغطوا الإضراب بشكل لا بأس فيه ولكن كنا نأمل أن تلقى الحملة تضامن أوسى من الذي حدث ومن جهة أخرى أكد حزب الحدثة والديمقراطية لسوريا أن المعارضة ليست جاهزة بالشكل المطلوب فيما يخص مؤتمر جنيف الثاني ويعود ذلك لعدة أسباب كانت بحاجة إلى الضغط على الرأي العام العالمي العمل على مستويات الرأي العام الشعبي الوعي العام الغربي كانت بحاجة لتأثير ولمحاولة التأثير للضغط على الحكومات كانت هناك أدوات وتقنيات ممكن العمل من خلالها كالأسف الشديد المعارضة لم تتعاطى إلا صراع مصف على الهيمنة مؤتمرات لقاءات هنا وهناك وبالتالي كانت قاصرة قصورا مدويا وكانت النتيجة كما رأينا أزمة ونفق مظلم يعيشه الآن وضع السوري في سوريا يواصل النشطاء السوريون فعالياتهم بغية الضغط على المجتمع الدولي وتحريكه لإجبار نظام بشار الأسد على إيقاف حملات الحصار والتجويع والقتل والتدمير بحق الشعب السوري المحاصر في الوقت الذي لا تزال فيه المعارضة السورية منهمكة بخلافاتها مكسيم العيسى أورينت نيوز برلين